في هذه السهول الوارفة وفي هذه القرية التي تعرف بقرية المقالح يعيش الأديب والمترجم اليمني عبدالوهاب المقالح يوما جديدا وجريحا منذ أعلن إضرابه عن الطعام في قرية جراء ما لحق بممتلكاته من سطو واعتداء من قبل المتنفذين في ظل الانقلاب الذي أسس لثقافة النهب والاستلاب منذ اجتياح أيلول الأسود تعرفت الأجيال اليمنية على اسمه في مجموعة من الترجمات الأدبية عن الانجليزية مثل الرحلة الداخلية لاشو والرواية التشيلية الأرامل والرواية الصينية الحب الذي أشعل في ليلة صيف وترجمة الرهينة إلى الانجليزية التي يتم تدريسها في جامعة صنعاء وغيرها من التراجم الأديب والمترجم اليمني عبدالوهاب المقالح يعكس حالة امتهان الابداع في اليمن عندما يصبح المبدع مجالا للهدري وهو المدني الأعزل الذي تم البص على ممتلكاته وحقوقه بينما يذهب للاحتجاج المدني كما فعل المقالح في قريته بسهول إب وسط اليمن على خلفية إضراب الأديب والمترجم عبدالوهاب المقالح نتيجة الاعتداء والبص على ممتلكاته يبدو أن صاحب قصيدة شذر مذر يجسد اللحظة اليمنية الراهنة التي هي الأخرى أصبحت شذر مذر على كافة المستويات من أكبر مدينة إلى أصغر قرية بحسب متابعين من يعرف الأديب والمترجمة يعرف جيدا أنه لا يحب الأضواء وأنه قد يستمر في الإضراب إلى الدرجة التي قد تلحق الأذى بصحته نتيجة جديته ومكابدته الحياتية وزارة الثقة فلا تبدي دورا ملموسا إذا أما تتعرض له قامة أدبية بحجم المقالح فيما يضع اتحاد الأدباء أذنا من طين وأخرى من عجين دونما وقفة احتجاجية تنقل للعالم ما يتعرض له عميد الترجمة الأدبية في اليمن من انتهاك الحقوق صوت الاتحاد المكتوم والصامت وأدواره الباهتة خلال هذه الفترة العصيبة ألقت بظلالها على المبدعين ويومياتهم وحياتهم وعلى المؤسسة ذاتها كما حصل في البص على مقر اتحاد الكتاب في عدن فهل غاب صوت المثقف أمام البندقية وهو صوت الحاضر في قلب الصراعات والتحولات الوطنية خصوصا إذا ما تعلق الأمر بمسألة الهوية والحرية